بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بحراركم في فيديو جديد ليلة القبضة على لوشا لوشا اللي مكسر الدنيا خلال الفترة الماضية على تيك توك وعلى الفيسبوك ومبادر الدنيا على الأخ لوشا اسمه محمد عبد الحميد اللي أنا عارض صوره طبعا لو حراركم ما كنتوش تعرفون رغم أنه هو أشهر بالنرى العالم دلوقتي اسم محمد عبد الحميد وهو من منطقة السيلة زينة بمحافظة القاهرة وبيطلق عليه في توة السيلة زينة يعني مسمينه كده هو طبعا الراجل عضلات وجامد قوي وعلى دراعه واشمه وبتاعه ومش عارفه قصص كده يعني ظهر لوشا ده أو محمد عبد الحميد من فترة قصيرة على التطبيقات بتاعت السوشال ميديا على تيك توك وعلى الفيسبوك واليوتيوب والحاجات دي كلها وفي فترة زمنية قصيرة جدا جدا حقق انتشار كبير كبير قوي نتيجة ليه المحتوى اللي بيقدمه طيب ايه هو لوشا مين لوشا لوشا ببساطة يا جماعة لوشا ببساطة شديدة هو نتاج للمرحلة اللي احنا فيها كل مرحلة في اي مجتمع المجتمع بيمر بمراحل مختلفة كل مرحلة بيكون لها النتائج على حسب طبيعة المرحلة نفسها كل مرحلة بيمر بيها المجتمع بيكون لها نتائج النتائج دي بتكون على حسب طبيعة المرحلة نفسها ففي مرحلة مرحلة من الاخلاق ومن الذوق ومن الحاجات الجميلة دي كلها ومن التمسك بالقواعد والتمسك بالاخلاق والدين والحاجات الجميلة دي كلها مرحلة زي دي بتطلع العلماء والمثقفين والمحترمين والناس اللي بتفيد المجتمع وتفيد الوطن وتفيد نفسها وتفيد غيرها وفي مرحلة من التدني الأخلاق في كل شيء تدني في كل شيء في الأخلاق وفي الزوء وفي الطباعة وفي الدين وفي كله طبيعي ان يكون نتاجها واحد زي لوشا لوشا وغيره أو محمد عبد الحميد فلوشا هو نتيجة أو نتاج لهذه المرحلة من التردي اللي احنا فيها المرحلة اللي طلعت حديدة وطلعت الودي الزبال وطلعت الصيعة والملطجة بتوع المهرجانات وطلعت الشبيحة بتوع المسلسلات هي دي المرحلة يعني متوقعين مرحلة من الحطاط هتطلع ايه هتطلع ناس محترمة مستحيل يعني شجرة حنضل ولا شجرة صنط هتطلع مثلا مانجا وتفاح ومش عارفين لا طبعا مستحيل كل اناء ينضح ما فيه اناء في زفت هتطلع عسل مستحيل هي نفس القصة الاناء اللي احنا موجودين فيه هو اناء من الزفت هل متوقعين نلاقي عسل طعبه حلو كده ومفيد وجميل في وسط الزفت ده مستحيل فزي ما انا قلت كده هو محمد عبد الحميد ده او لوشا هو نتاج لهذه المرحلة من التردي ومن الانحطاط ومن الانحضار في كل شيء اللي احنا بلعاني من النار نتمنى ان شاء الله المرحلة تتغير ونوصل للمرحلة اللي احنا مش عارفين نوصل لها مش عارفين الطريق ولا توهنة ولا ايه ما انا عرفش يعني فالاخ ده انتشر انتشر كبير جدا خلال الفترة الماضية يعني حقق في فترة زمنية سيارة انتشر كبير نتيجة لطبيعة فيديوهات فاديوهاته حقق بالميضة ربعا عن ايه؟ بيها تحت عنوان الثبات على المبدأ هو عامل كده عنوان ثابت سلوجن كده للفيديوهات بتاعت السبات على المبدأ ايه المبدأ الي انتثبت عليه؟ مبدأ البلتجة والصيعة والطريقة الحورتاجية في الكلام والالتي تتقلب في الحوار والكلام ده كله معا مجموعة كده مجموعة هم هم بيمثلوا معا تقريبا على طول بيعملوا مشاهد تمثيلية وكل الحوار عبارة عن لغة بلتجية وصيعة كل الحوار عبارة عن لغة بلتجية وصيعة وكلام اللي انتو عارفين وعوجة الوش والبقر في 60 ده يعلمين او عشمال القصة الفشلة دي كلها طبعا في ظل مرحلة من الانحطاط اللي احنا موجودين فيها في الزوء وفي الاخلاق وفي كل حاجة لابد ان تنتشر هذه النفايات النفايات ما بتطلعش على السطح الا في اوقات الانحطاط الا في اوقات الانحطاط انحطاط في الزوء والاخلاق زي ما انا قل احنا بنمر بذين مرحلة الزوء في 60 دهية الاخلاق تقريبا في 600 دهية فطبيعا ان الاشكال تطفو على السطح فالاخلا تم ضبطه في احد الكماء المنطقة شبرة يقارنه كمين المظلات نفس الكمين تقريبا تبسك فيه محمد عبدالسلام عزف القرج لو خلاكوا تذكروا من فترة بسيطة من حوالي شهر كان اتمسك محمد عبدالحميد الشهير بلوشا لماذا اتمسك هذا النجم العظيم اللي هو داخل مسلسلات في رمضان في رمضان قطوا تحت لي خط داخل مسلسلات في رمضان وابح احمد العوضي احمد العوضي تاني قابله عشان يتعلم منه الشبحانة ازاي بقى شبح لماذا اتمسك اتقابض عليه اتقابض عليه لانه عليه حكم غيابي حكم غيابي بعشر سنين سجن او حبس في تهمة خطف خطف صادرة من محكم الجنايات الهارة يعني الاخ لوشا اللي هو مولع الدنيا على تيك توك وفيسبوك والحاجات دي كلها صادر ضد حكم غيابي بالسجن لمدة عشر سنوات في جريمة خطف خطف شغل بلتجة شغل بلتجة هو الرجل بيبيع سباح في الفيديوهات ما هو طالع بيعبر عن نفسه وبيقولك يا جماعة عنوان المرحلة البلتجة فأتبض عليه في هذا الكبير وطبعا لان الحكم كان صادر غيابيا ضده فاتعملت معارضة بحس ان هو نشوف الايام الجاية اللي هيتم في هذه الجريمة او في هذه القضية تخيلوا يا جماعة ان واحد زي ده انا معرفش بقى هل هو غبي ولا بفهمش واحد عارف ان ارتكب جريمة وفي حكم صادر ضده ومع ذلك يطلع على السوشيال ميديا ويمارس كل الحاجات اللي كان بيبارسها ويعمل كل الحاجات اللي كان بيعملها دي يعني يعني انت بحط كل الاسبوتس لايتس عليك كده الاضواق كلها بحطها عليك ف يعني سبحان الله ده يمكن الحاجة اللي عملها وظهوره على السوشيال ميديا كان هو السبب في الاقاع به وانا يعني الكلام كان بيتردد انه هو يعني بيثموه في توت السائلة زينب يعني لانه كان بيلعب حديد وبيشيل مش عارف ايه يعني بيلعب رياضة وبتاعه والكلام ده كله وهو عجبا نفسه وعجبا شخصيته زي ما نقولت ده تدتهات يعني وشوم كده على جسمه والكلام ده كله طبعا سلوكيات تنم على اخلاقيات صاحبها يعني للأسس شريد للواحد لما يشوف حاجات زي كده يعني هم دول الموجودين على السوشيال ميديا يا جماعة يعني هم دول مش الموجودين طبعا اكيد في ناس كتير جدا مخترمين موجودين على السوشيال ميديا دي قولا واحدا مفيش كلام يعني فيه ناس مخترمين جدا جدا موجودين على السوشيال ميديا على كل السوشيال ميديا على اليوتيوب على الفيسبوك على تيك توك كمان فيه ناس مخترمين جدا في كل حد ولكن للأسف أنا بتكلم على ان هم دول المسمعين او الظهرين او يعني بيجلهم مشاهدات كتير بيجلهم يعني منتشرين او حققهم منتشر كبير في فترة زمنية سيارة رغم ان المحتوى اللي بيقدموه محتوى سافر ومنحط وده مؤشر خطر جدا جدا ان المجتمع رايح في ستين داهية لما النوعيات دي المفروض ترفض من الناس ومن المجتمع هي اللي تبقى متصدر المشهد وتحقق نجاح في الفترة الزمنية قصيرة جدا ده لو سمنا ده نجاح يعني الانتشار نجاح يبقى فيه مشكلة فيه مشكلة وفيه أزمة وفيه كارسة عندنا في مجتمعنا احنا شفنا اللي طالع في الجديد العيل العيل معلش يعني أنا آسف لأقول كده وطبعا ده مش ترابر ولأ قلت الكلام ده قبل كده ولكن متخلف عقليا متخلف رب نقش فيه ويعفيه ويش في كل اللي زيه يا رب ولكن ده يطلع يقدم لي محتوى على الستوشال ميديا اللي اسمه حديدة محمود حديدة اللي أقول الحمد حديدة مش حالف اسمه يعني ده يطلع يقدم محتوى وعمل بقى توحيد للقهود مع الوادي الزبال ظهر تاني الوادي الزبال بتاع التحريق تاني تاني وظهر عمالي وجه رسالة المرتبة منصور ووجه رسالة للخطيب يعني خلاص بقى الراجل عالي بقى وصل بقى للمستويات العالية دي يا جماعة اللي احنا فيه يا جماعة ايه اللي احنا فيه يا جماعة ايه اللي احنا بقى هنا فيها ازاي الناس دي ظهرت وازاي الناس دي انتشرت وازاي انتشرت لان فيه حالة تردي في الزوء حالة تردي حالة انحطاط وانعدام للزوء خلاص لما دول ينتشر ويطلعوا ويرعرعوا وكده يعرفوا ان فيه مشكلة في المجتمع لان ما فيهش ده مرض موجود في المجتمع ده مرض وانتشار المرض ده بهذه الكايفية دليل على ان المرض قوي وان المجتمع ضعيف لما مرض بينتشر في بدن لا سمح الله ولا قدر الله ربنا عافينا جميعا ده معناه ان مفيش علاج بيواجه والمرض قوي والبدن ضعيف ده بيعشان كنا بينتشر وبييتفشي ده اللي حاصل عندنا المجتمع تفشي يا دي الاوباء النفايات البشرية زي ما كان فيه مقولة عجبتي جدا في كل دول عالم بيحربوا النفايات وبيلموا النفايات اللي هي اعزقوا الله يعني الزبالة والحاجات دي في كل دول عالم بيلموها وبيحربوها وبيكفحوها اللي احنا بننشرها يعني في كل دول العالم العالم المحترم النفايات اللي زي كده بتحارب موجودة مفيش كلام لان كل دول كل دولة وفيها كابوها يعني كل دولة وكل مكان او كل مجتمع فيه اكيد يعني الاشباح بتوعه كما يطلق عليهم يعني ولكن الدول المحترمة هي اللي بتواجه هذه الظواهر عشان خطط لان دول زواهر خطيرة دولة بينشور البلطجة وبينشور الاسفاف وبينشور الحطاط واحد زينا هو اتقبض عليها عشان عليه حكم عشر سنين في جريمة خطف خطف يعني شغل بلطجة شغل بلطجة يعني وطلع لي يعمل لي السبات على المبدأ وانه هو عم الشبح اللي هو الرجل اللي بيجيب حق الناس وبيقف مع الناس وكان ايه ده ايه اللي هابل فهي يعني 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 أنا نفسي اواجه يعني افيقوا يرحمنا ويرحمكم الله افيقوا يرحمنا ويرحمكم المجتمعات بتضيع بالطريقة دي ممكن الناس تعتبر ان دي حاجات بسيطة كده في الاول وفي البدايات عادي وتعادي لكن الحاجات دي بتبقى موجودة وبتنتشر وبتكبر وبتفضل موجودة وللأسف شديد بتضمر المجتمع من غير ما حد يحس من غير بحد يحس الله محفظنا زي السرطان بيبدأ محدش يحس به وبينتشر وبيكله السيطرة على البدن وبفجأة يضرب ضربته ويبقى خلاص كلا النهاية بتاعت الانسان وهذا اللي بيحصل من دول دول يعني ربنا يعافينا كانسر موجود فيه جسل المجتمع المصري وبينتشر وإحنا ما بنقوموش بلعكس إحنا بنديره وما يغزيه وما يقويه وما يبقيه على قيد الحياة ده كلام فارغ ده كلام فارغ فأدي واحد النموذج والتاني الوادي الزبال بتاع التحرير كان عليه قضية قتل خطأ قتل خطأ قتل وده طالع مش عارفين والله أعلم حديدة ده كمان عليه إيه بقى عليه إيه سرقة بالإكرار اللي أنا معرفش بقى ما هو كلهم اللي موجود دلوقتي يا جماعة البلطاجية بتوع المجتمع هم الروت اللي واغدين السوشال ميديا ومبرتعين فيه البلطاجية اللي في المجتمع والأشكال الضلة والحوارتاجية هم دول اللي موجودين على السوشال ميديا ومبرتعين فيها ليه؟ شايفين الزوء العام رايح ستين ده يا شغل العوأ والشغل القرف اللي بيعملوه هو ده اللي ماشي فهو ده وده طبيعتهم وده أخلاقهم وده بقيتهم فيطلع ما يمثلش هو بيقدي طبيعته هو بيعمل كده بطبيعته وده بيتجيب مع الناس فبالتالي بيحققه أم تشار وبعد كده يحققه أرباح ويبقى احنا اللي دمرنا مجتمعنا بأيدينا دمرنا مجتمعنا بأيدينا وبعد كده ما نيجي نصلح اللي احنا حاولنا ندمره هيبقى مستحيل هيبقى مستحيل خلاص يبقى منتشر خلاص وبقتلهم السيطرة أنا اتكلمت في الموضوع اللي بكده كتير ورسائل دي قدمتها كتير وحركوا لو متابعين القناة ومتابعين الفيديوهات أنا قدمت لأن أنا عاوز بلدي تبقى أحسن بلد في الدنيا ومش هنطلع لقدي ومش هنطلع لقدي ومش هنطلع أحسن بلد إلا إذا تمسكنا بالدين وتمسكنا بالأخلاق وتمسكنا بالعادات والتقاليد وما طلعناش وما أظهرناش إلا المحترمين اللي في المجتمع ما فيش مجتمع ما فيهوش بلتجية وصيع ومجرمين كل مجتمعات العالم كل دول العالم أوروبا وأمريكا وإحنا وأفريقيا وأسيا وكل دول العالم أو كل قرارات العالم فيها كده ولكن في مجتمع بيظهر وبيلقي الضوء على الكريمة بتاعته الناس المحترمة والناس اللي هم المجرمين والحاجات دي كلها بيردم عليهم وفي مجتمع بيطلع المجرمين ويطلع الرقصات ويطلع يعني ما أقولي بس أشباه الرجال على السطح ويلمحهم وينظفهم ويحطهم على قمة الهرم الاجتماعي ويحط باقي الناس المحترمة يعني ولا حتى لهم ترتيب في الهرم الاجتماعي بيربيهم فيه القاعة المستنقع يعني المستنقع المستنقع الاجتماعي اللي احنا عايشين فيه فأتمنى إن شاء الله اللي احنا بس نفوق كده شوية واللي احنا ما نديش لحد أكبر من حجمه واللي احنا نحارب هدي الزوار السلبية اللي زي ما نقولت لن تؤدي بنا إلا إلى الغمار المجتمع على قدر الله وبعد كده مش هينفع الندم مش هينفع الندم إظهار هذه الأشكال الضلة وتقدمها على إنه هم هم النجوم المجتمع دلوقتي وهم زي ما نقولت ما بيقدموش ما بيمثلوش وهم بيقدموا طبيعتهم وحيائتهم ده في منتهى الخطور ده في منتهى الخطور هدي واحدة هو عليه قضية خطفه واخد عشر سنين ويعمل معارضة والله والتاني الزبال ده عليه قاتل خطأ زي ما نقولت والبقية تأتي زي ما نقولت كل الأشكال الوضيعة اللي بدأت تظهر على السوشيال ميديا لأننا شايفين إنه فيه فلوس ممكن تطلع لهم من القصة دي والقصة دي سهلة وبسيطة وحدش عايز يشتغل وحدش عاوز ينتج شعبنا العظيم اللي احنا جزء منه وأتمنى السلامة للحركة جميعا وأشوفكم إن شاء الله في فيديو الجيد دمتم في العائلة اللي هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته